تيب طارق حسام عبد المجيد وانا بسأل على اسم لاعب تحديدا لانه عادة لما بالزمانك بيقسر اكتر واحد بيشير حسام عبد المجيد دايما الناس تقول حسام عبد المجيد ومن الزمانك بيقسر بالنهاردة ففرصة انه ياخد حقه حسام كان نجم من نجوم اللقاء اللي كان مفاجأة الاول قبل بتكلم على حسام محمود بن طيك صح محمود بن طيك النهاردة لعيب رائع اداءه ثابت دفاعيا وهجوميا بيكمل في الهجمة الاخر الخط وبيرجع دافع في نفس المكان بتاعه اللي هو اصلا مش عايزه يبقى صغرى بالنسباله النهاردة النهاردة اللعيبة بتاع الزمالك كلها في يومها لأ سواري بس محمود بن طيك رائع انت كلفت باك باكلفت رائع عشان النهاردة ولا انت حسيت انه هو رائع عموما من اداءه النهاردة انا بقولك بقى على لمساته وتحركاته وتفاصيل لأ هو التفاصيل صغيرة جدا اللعيب واضح انه هو لعيب كبير اه عشان ممكن يعدي النهاردة كويس سيقعه بعد كما يقديش باكلفت باكلفت كويس جدا 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 لان اختياراته لأماكنه وتحركاته تحركات لعيب واعي وفاهم مش مش يعني فيه اوقات كتير جدا كان بيبقى مفتاح لعب لو اتلعبات له الكورة بيبقى خطر جدا اللي هو بيسيب الخط ويروح على العمق شوية مثلا دي نقطة النقطة التانية انه هو لو القلب مقفول بيطلع وبيكمل عشان يعمل كروس باس وعمل في الشوط الاولاني التالاتة كروس باس واربعة ممكن يكونوا مش احسن حاجة بس الاسباب ايه هو انه هو لسه غير مكتمل بدنيا طبعا من شهر ابريل ملعبش مباراة سنة الله نعرى عليك والكلام اللي تقال عليه كتير قوي قوي الفترة الاخيرة والنهاردة جوزي جميز يديله من اول الجيم ويصغ فيه ويديله الثقة اللي كان بلعب بها بنتاك النهاردة ده معناه ان الراجل شايف قوي وان اللعيب كويس قوي فانا بس حبيت اركز مع بنتاك عشان ده مركز الباكليفت وهو يعتبر من وجهة نظر الشخصية هو ما نفزمتش في الجيم تخيل لانه فعلا قدد اداء دفاعي وهجومي في مطش القمة بعد مدة كبيرة جدا جدا وانهي كالسوبر انه هو يقدم الاداء ده عشر على عشر حسام عمي جيد خد بالك ببقى في بعض الاوقات متخوف انما حسام عمي جيد في الاوقات الصعبة بيبقى موجود في الاوقات المهمة بيبقى موجود والدليل على كده بطولة الاولمبياد مطش الزمالك والاهل اتنين واحد المطش الأولاني في الدور الاولاني حسام عمي جيد يعتبر من نجوم الجيم في الاولمبياد حسام عمي جيد من نجوم الفرقة فحسام عنده عنده بس فيه أوقات بيسرح النهاردة ما فيه السرحات النهاردة 90 دقيقة تركيز وواضح ان اللعبة كلها كده كريم مش واحد بس يعني هون مع حمزة المسلوس وقمر جابر كله كله النهاردة كان جاي الغالطة والدفول وحيد النهاردة الفاول اللي جات ضرب الجزاء البنالت اللي اتحسب الضرب الجزاء ده الدفول وحيد ان اتأخر شوية حسام ونفس الوقت خلى المسلوس يخش وخد التاكل من بدري كان لو قفل حسام من بدري كانت القرى وكبسامير طبعا خبرات في الحتة دي قدر يكلمنا فيها اكتر شوية حسام اه فتحوا الملع والراجل جاي من العمق هو ده اللي اختراك من العمق لازم واحد يقابله وياما في نص الملعب ياما مساك من الاتنين مساكين والتاني يعمل عمق وراء لكن الاتنين كمان هي ميزة النادي الاهلي بيعملها دلوقتي ان هو بيفتح الوينجر اللي مينه الشمال واحد يجي من العمق زي الجون اللي جابه وسامة ابو علي تلعبت لأكرم توفيق استلامها عطية الله عملها في ماتش جرماهيا وسامة ابو علي فالنهاردة عملت اللي بيجي من العمق بيعمل ستريتش بعرض الملعب فالتنين اتخدعوا البين الاتنين مساكين خسام اتأخر شوية خسام اتأخر ومسلوس كان مع حسين الشوحات الناحى التاني فالتنين فتحوا فاتسكة بقت فاضية فمشي فالتنين مساكين يعمل ضغط عليه على خط التماشير الابتدى يخش جوه رأى عامل معه ضربة الجزاء هي دي بس الخطأ اللي كان في في الفعل فالحسام النهاردة هتلاقي مستوى تول التسعين دي ايه اسابت واخد بالك كمان نحسام عبم جدا شط بنالتي صعب جدا صعب جدا اللي هو الرابع اللي قامل الأخيرة بالنسبة للزمالك لو حصل أي دفوه الأهل بيرجع وهيكسب على فكرة الشناوي راح معايا بس بس حسام هتطاح بس في لقطة لو الشناوي كان صداكا كل الناس جابوها بس انت بخدش بالك منها أثناء الاستعداد لضربات الترجيح حمزة علاء راح اتكلم كتير مع الشناوي عشان فيه اتنين كانوا مفروضة هيشوتها فهو تقريبا حمزة قال له بس هي كان الجام ده طبعا حطاب كفاءة بس حسناو كان الشناوي صداكا تقوي على الأرض وحمزة علاء بيتكلم مع الشناوي وحسام حطاها حلوة فحسام نجم من نجوم اللقاء وعواد وعواد طبعا أنا النهاردة النهاردة عواد أثبت أثبت إن هو يستحق وجوده في نادي الزمالك ويستحق أي حاجة ليه ليه عواد النهاردة كابتن سامير بقاله أكتر من أربع شهور فترة طويلة ويرجع بالمستوى ده هاي وماتش الأهل والزمالك والكرة اللي قال عليها الكابتن سامير دي في منتهى الصعوبة تعتوسام تعتوسام أبو علي فدي لدت الزمالك للجيم وركبت عواد في الجيم يعني خد بالك بلغة الكرة ركبت عواد الجيم أنت أول كرة في الجيم صعبة جدا في ضربة حرة وسام حطها زي كتاب ما بيقول وعواد شالها عواد النهاردة لما تبقى أنت مش في دماغك أن أنت تلعب وقبل 24 ساعة أو قبل يعتبر 24 ساعة بالضبط تلاقي نفسك أنت الموجود وأنت الأساسي من أربع شهور لا لا ففيه النهاردة ناس قالت احنا هنا عاببن طايك عواد حسام عب مجيد بغض النظر بقى عن الفرقة كلها أنا في البداية قلت لك الفرقة كلها كويس عبدالله السعيد أهبره لا عبدالله نجم لا الصداع ده خارج التقييم بجد خارج التقييم النهاردة عبدالله السعيد بيلعب مركزي ناصر منسي جاب جونحي اللي ورده ناصر طبعا ايش صح اكيد اكيد مفاجأة رجل مورا صح مفاجأة كمان بس أنا بس أنا هاخد الأول عبدالله وبعد إذن كابسامريا هتكلم على على ناصر وبعد إذن كابسامريا هاخد حواقته برده لاب راحت يومك بانه بس ما تزودهاش بعملين ورده هنزل أعمل عليك تاكلينج هجيبك عبدالله مبروح بقى طريق تقولش الزمالك الزمالك لا باش كده عبدالله النهارده لقى بمركزين مركز ستة ومركز ثمانية لأن فيه أوقات الرجل كان بيلاعب أربعة واحد أربعة واحد وفيه أوقات كان بيلاعب أربعة اتنين تلاتة واحد فالنهارده عبدالله السعيد يد تسعين دقيقة بمعدلات جارية عالية جدا اللي عملها عبدالله السعيد ده إنجاز كبير جدا الأطعب بتاعة ناصر منسي بترجعه لتلاتين سنة فاتوا مش شهرين ولا تلاتة لا أطعب النهارده وفيه كرة تاني بالهدز بعديها عملها حلوة برضو عملها حلوة عملها حلوة طيب